في الحقيقة جمال يعني هذه الضربة الموجعة التي تلقاها الاحتلال اليوم يعني تشير إلى مجموعة من الحقائق التي لم تعد خافي على أحد أولا حجم وصمود المقاومة بعد تسع أيام بعد المئة يبدو أن المقاومة نجحت في أن تصمد بل وأن تسدد ضربات موجعة للاحتلال الاحتلال الذي يتحدث الكثير على أنه بدأ يحاول أن يلخص عملياته وأن يمهدها لعمليات وقف العدوان الشامل والاتجاه إلى تركيز عمليات دقيقة محدودة في أماكن محدودة وآهداف محدودة ولكن بعد مئة وتسع يوم يتلقى الاحتلال رغم ما قال أنه سدد ضربات موجعة المقاومة وأنه يكاد يكون يعني دمر إمكانيات المقاومة يجد نفسه يتلقى في اليوم التاسع بعد المئة ضربة موجعة ذهبت بأكثر من 24 بين ضباط وجنود إلى جانب عشرات الإصابات هذا فضلا جمال على اعتراف الاحتلال نفسه بأنه يعني بسدد معالجة أكثر من 2500 جندي أكثر من 400 منهم في إصاباتهم خطيرة اشتركوا في القناة